في التجربة التانية في إنجيل معلمنا متة يقول كده ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفوا على جناح الهيكل الجناح الهيكل يعني الزاوية بتاعت المبنى وقال له إن كنت أنت ابن الله اطرح نفسك نوع من البطولة الزائف ارمي نفسك مكان عالي وارمي نفسك مكتوب أن الملائكة يوصل الملائكة تيجي تعتني بيك ويشلوك على أديك خد بالك من خبس عدو الخير فالسيد المسيح يرد عليه ويقول له مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك الربين أعطينا عقل لأن اللي يرمي نفسه من فوق بيكسر قانون من قوانين الحياة وهو قانون في الطبيعة شيء طبيعي أن يرمي نفسه وأنه يموت فلا تجرب الرب إلهك في سفر حبقوق في الصحي الثاني في عدد ثلاثة يقول كده لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر هوزة منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه عدو الخير كده عدو الخير واع في الكبرياء والبار بإيمانه يحيى هوزة منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه ما دايما الإنسان الشرير له النفس المنتفخة وله تشامخ الروح ويبقى مش شايف غير نفسه وعنده إحساس كده بالعظمة والكتاب يحزان يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح قبل السقوط اطرح نفسك تشامخ الروح لكن المسيح كان واعل كده وانتصر أيضا لا تجرب الرب إلهك هنا حرب الخداع عدو الخير بيخدعنا كتير بيخدعنا زي بالضبط واحد نصاب يخدع الناس بنصبه فهنا الكلمات المزمور اللي استخدمها عدو الخير لاستخدمها الشطان قال إيه لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك عدو الخير وهو بيذكر الآية دي قدام السيد المسيح لم يذكر تكملتها قال كده لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وسكت لكن تكملتها في مزمور 91 لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك هنا لما بيقول في كل طرقك يعني في الطرق المستقيمة اللي تمشي فيها يعني لو عملت فعل مستقيم وعمل مستقيم هتيجي الملائكة وتشيلك وتحفظك لكن لو عملت فعل مخادع فعل كاذب فعل مزيف مفيش ملائكة هتيجي تعمل حاجة خالص وعدو الخير بيحاول أنه يزيف كلمة الله وده السبب أن كنستنا بتعلمنا أن احنا نقرأ الإنجيل كتير عشان نحفظ الوصية في ناموس ويلهج نهارا وليلا تبقى عارفها بالزبط ما يجيش عدو الخير المخادع ويخدعك ببعض الألفاظ أو بعض الكلمات وما تنساش هوزة منتفخة نفسه فيه هوزة غير مستقيمة نفسه فيه خداع واحد بيمثل عشان كده احترس ويكمل للآية بتاعة حقوق يقول أما البار فبإيمانه بإيمانه في الناموس والإنجيل وصايا الإنجيل يحيا يقول لنا كده أن الإيمان بكلمة الله الحية وأن الإنسان يعرف الوصية هو ده سبب النصرة طب واحد ما بيقراش الإنجيل طب هيعرف النصرة منين عشان كده القديس يحنى فم الزهب قال تعبير جميل أوي قال كده أن علة كل الشرور هو عدم معرفة الكتب المقدسة يعني السبب الأصيل أو الأساسي وراء سقوط الإنسان مش مجرد خداع عدو الخير إن الإنسان بيجهل كلمة الله ما بيعرفهاش ما بيحفظهاش ما بيقولهاش ما بيصليش بيها وبالتالي لأن كلمة الله غيبة عنه هيبقى سهل سقوطه خالص وعدو الخير يخدعه بأي كلمات عشان كده كلمة الله نحفظها ونؤمن بها لأن البار بإيمانه يحيا وده هدف من أهداف الصوم علمنا الصوم والصلاة وعلمنا النموس والوصايا وصايا الإنجيل المكتوبة وبيعلمهنّا وبيكررها علينا بالسمرار علشان تبقى حضرة في ذهنك وقدام سهام عدو الخير تقدر تنتصر ده ده التجربة التانية وزي ما بنقول في اسم الصوم الصوم والصلاة هم اللذان عامل هم موسى حتى أخذ النموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله اوعى تستهين بكلمة ربنا اوعى ما تدلهاش الحيز الكافي في حياتك عشان تقدر تعيش بيها الإنجيل اللي ربنا أقدمهنّا ده كله بكل الأصفار وعبر الأزمان اللي كتب فيها وكلمة الله الحية الموجودة فيه هي من أجل خلاصنا وهي السلاح الأول والأقوى اللي ممكن نستخدمها قدام عدو الخير انتبه عدو الخير بيحارب بأشكال وكل زمن بيغير شكل الحرب بتاعته كده في زمن المسيحة قاله ارمي نفسك لكن النهاردة بيقول للإنسان ارمي نفسك بس بصور أخرى بصور متعددة لكن الرد مكتوب لا تجرب الرب إليك